أهلا بكم في فيديو بديد في سلسلة مينيكرافت سينجل بلاير الحلقة التمنى بعد الحلقة اللي فاتت اللي بنينا فيها الايرون فارم اللي انا كملت فيها باقي وراء الكواليس ولسه ومشتش حتى الباردريل سديكم يخليكم بصي ثانية هنا واحدة وشوفوا كمية الايرون اللي بتيجي منهم بس طبعا مش لسه نوب نستنى حلقة النهاردة هنبني فيها الاندرمان فارم فخلينا يلا نبدأ بعد ما ارجعنا تعالى وريكم قبل ما نروح نبني الاندرمان فارم اللي انا مش مجاهز لها اي حاجة اللي انا هبتدى جاهز لها كده كله معاكم الصوت عالي بس شايفين اهو كمية الايرون مع اني ما اقفقتش تقريبا تقفك ساعة واحدة او اقل يعني هي دى الكمية مش محتاجين مثلا محتاجين خللينا خد هنا كامل ستاك فية ثلاتة فخلينا دلوقتي نروح ووريكم عملت ايه تانى ننزل وعملت المكان اللي احط فيه الفيليجر بريدر طبعا ديكو شايفين الكمية نفتح دي كده ونشوف الايرون اللي محشور هنا بس دي كده كم معلش في هناك كام و هناك كام بس كده سبعة بعد زعله السادة انسيت خلينا ننزل اوريكم الحاجة اللي انا عملتها تحت والتصميم اللي سممته تصميم بسيط قوي في الشغل اكتير ده هو التصميم بس طبعا دي انا حطه كام بس عشان مخرجش غير ده انا لسه موظفتوش لما هتتلمع مفروض ان انا هوظفه وحطه كده لما هحطي مكانه مكاني التوظيفة بتاعته وانا لسه ناوي اشتغل لسه على المكان كله وانين اعملت دايات وليسه ناوي اعمل في الاتجاه دوت نفس الطريقة ديت ولسه انا قدام عسيب هنا ترب بلوكات وابتدي ايه نحفر برده وبرده في نفس النظام هامشي كده على طول واكمل هاوريكو طبعا التصميم من نهاء الحلقة الجاي انا بس قلت واريكو بس كده فكرة من اللي انا عملتها لسه الشغل الباقي فدلوقتي خلينا نطلع طيب بعد ما تلاقينا خلينا نجهز الحاجة اللي انا عايزها عشان ابني بيها الاندرمان طبعا ما عايزينش الكراد بس قبل اي حاجة وكواس احنا معانا هنا هايون الاندرمان طيب الشيس دوت شيس ده لازمته ايه شيس ده انا ناوي احفر هنا تحت وحط فيه هوبر واعمل تحت زي اخلي زي سلك كماما كده ان انا حط فيه الحاجة وتنزل الكريمة على طول ده بمكن نشتغل فيه مع بعض الحلقة الجاية وخلينا ايز نجيب بس ايه خلينا نشيل اولا هنا ايه القصب اللي انا بعمل هنا القصب عشان اروح ابدل واخد منهم امرولد ويه خلينا نشيل ايرون او طبعا نحاولهم بلوكات ويه نشيلهم هنا في الشيست بس كده وخلينا بقى نجيب هنا كم شيست كده ايرون كم شيست ايه شولكر هنحط فيهم ايه خلينا محتاجين الريل محتاجين دول كده ومحتاجين جلس مارش معي جلس ولا لا هايستك واحد هنا محتاجين مية جلس رهيبة ودل ما استخدم الجلس طبعا ايكلفني كمية ماريد هاشتغل بكله بالبلوكات بس الجلس ده بس عمل بحجة شغيرة ده رانا احتاجته بس وخلينا هناخد اللستون ده كله عشان نوابني باللستون بريك ومعرفش ترى اللستون ده هيكفيني ولا لا فخلينا دلوقتي ايه نحطو بس كده انا خلص ماليت دول كلهم ستون تلات شستات خلينا بس عجة روح اجيب بعيش ستر اللي هناك الشولكراب بوكس شايفين كمية هنا الارون جولم خلينا نطلع نجينا ناخد باقي الموارد اللي باقيه نبني بالسنو ممكن نبني الحيطان نغيره نبنيها بالسنو خلينا ناخد الباكت بس كده بس ومحتاجين تاني من دوت خلينا نروح نشوف تاني عندنا نريد بتاعت البناء دي بمعنى تاني كفاس تاكو نص ودلوقتي خلينا نروح ناكل اند ونخش منجاهز على طول اننا نبني ィ بينيت في النازر و رايحين الاند فانا في شرح نوا اعمله شرح كاملز snappingين من كذا المكان بالبرتال و كمان نحن انتقل بلوة الحارة و كمان الببا کا تنقلني في كذا مكان يعنى مثلا في مكان اه ممكن اتنقل فيه ابن ببابا ما اتنقل على نفس روحت في بابا تانية الشرح نوع نوع العملى و قرشيك لكل دوت بعد ما وصلنا الاندي خلينا نخش كده طبعا ما دخلتاش خالص من اخر مرة كنا بنستكشف طيب اه دي عايزين طبعا نبني هنا في الاندي هنا شوية ونغير المكان ده الموشكله عامل كده بس مش ده دلوقتي المشكلة المشكلة ده ساكتاش كويس خلينا عايزين نجيب بلوكات اللي نبني بيها فعايزين ايه بلوكة خلينا ناخد ستون في ان كي كان هواشيلها عشان هغير مكانه كامل وعمله بالبكت ايس خلينا نطلع كام بلوكة خلينا نطلع الاستاكين خلينا نطلع استاكين بدأ المشكل لحد الاستاكين خلينا نرمي ايه خلينا نرمي بلوكة الازاز ويلا خلينا نطلع من اول هنا لحد دي هنا خالص طيب رجعت لكم تاني بعد ما ممشينا هوا كامل زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده انا مش شايف اي حدي هنا مراسب فدي كويس فخلينا بعد من دلوقتي نبتدي نبنى على طور خنزر هنا الشولكر وناخد ونعمل دلوقتي البلاتفورم اللي احنا هنقض فيها وهنجاز فيها كل حاجة خلينا اهو هنطلع يعني دي من نص خلينا نطلع من كل اتجاه يعني خلينا هتلع من كل اتجاه سبع بلوكات كده واحد كده سبع والتجاه التاني من بعد دي برضو سبع يعني المجموه يبقى 15 طيب جاتي تاني وهضطر النقصر لان سراحة قلتي ما خليش عادية كده خلينا نعملها دورية فانا ودام دورية فخلينا عشين مسلا من هنا ترب بلوكات ومن هناك برضو ترب بلوكات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة 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 كفاية او تعال نخليها سبع نطلع كم من الجناب سنطلع من هنا تلاتة واحد اتنين تلاتة وبعد كده نطلع هنا اثنين وبعد الاثنين هنطلع هنا بلوكة واينا ثم هنا بلوكة ثم نتلع 3 ثاني 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 نكمل هنا البلادفورم تمام ورجعتي تاني ودلوقتي عايزين طبعا نخلي كل دول يختفوا فخلانها دوت نطلع فوق نطلع تاني لحد ما يعملو رسبون وبرضو لسه مش عايزين بس كده وخلاص مو مع الشموع مش هيرزبنو فبس كده دلوقتي عايزين 3 في 3 اللي هم هينزلوا عليها خلاني نجي من هنا هون نص ده النص ونمشي كده لحد النص هنا بس كده وده النص بس هده البلوكات مش مشكلة دي دلوقتي ده البلوكات اللي هم هايقع عليها طيب انا عايزة اطلع تد ايه دلوقتي انا عايزة اطلع تد ايه تد مبارد 42 بلوكة و البروكات 42 هنبني فيها فخلانا دلوقتي نجيبي 42 بلوكة نعمل كرافتينج عشان عايزين نعمل هنا سلاب خلان نعمل دول كده سلاب ودول كمان بس كده أريكم بعد الوقت مفروض نطلع ازاي خلينا نجي من الزاوية دي ونطلع كده هم طبعا ثلاثة فخلان واحد اثنين والثالثة دي كده كده اللي نواب نبيع دي اللي انا وعمل بها كده البلاتفورم هنا كامل خلان نحطينا بلوكا بس كده دي اللي انا منوي ابني بها ونطلع من هنا واحد اثنين ونمشي كده حد ما نحوطها كده ايه كلها بس بعد ما كاملنا الدورية فين المكان اللي احنا طلعنا منه اهو هنطلع من هنا برضو اثنين كمان واحد اثنين والثالثة هاي وهنطلع بس نطلع كده من منزر ده وهنقد نرف خلان نشل دي وهنبدل نعمل كده لحد ما نخلص البلوكات دي كلها ونوصل فوق العاخر دور اللي هنبني بالبلوكات حساب بقى زين تبنيه بشكل مربع بشكل دائري انا عنافسي هبنيه بشكل مربع والشكل اللي تحت انا ناوي تعيز اعمل الحواف دي كده كلها بالاز بس طبعا ما فيش جلوات كمية ازاز فانا بس مش هبني الحواف انا هبنيها خلف الكواليس او ممكن هبني دي هبني دي اطلع لحد فوق في الاخر وبعد كده هروح بقى ايه اشتغد انا اجيبي الجلس واجيبي الحاجة عشان ابني بشكل جمالي وبس كده بس خلانا بس نطلع تاني ادي واحد اتنين تلاتة ونكمل طيب انا هكمل لحد فوق الاخر وهرجع لكم بس قبل ما ارجع قبل ما اطلع عايز اقول لكم لو انت بتسأل احنا ليه بنعمل كده دوائر ديت عشان هما لو 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 طلب بلوكات كاملين هيقدروا يخرجوا منها هما نازلين يقدروا يعملوا تليبورتل برا المكان ويخرجوا لكن بالمنذر دوت مش يقدروا طبعا يخرجوا اول مساعد اخر دور اعطول هاري نرجع تاني هاري ارجع هاري ارجع تاني جابور جانا تاني وهنطلع دولاتهو كا اخر دور وبعد ما اطلعنا بس كده مفروض هنكمل كل دوت بالبلوكات فخلينا نجيب يعني كفاء دول نحولهم كلهم كده البلوكات ونبتدي بس نعمل بلاتفورم لان انا قدر اطير واطلع واجي ماشي انا اطلع من كل التجاه كيف النص يعني 15 بلوكة 15 من هنا 15 من هنا 15 من هنا بس كده وطبعا شايفين اهو مفروض نهو اول ما انزل هنا هنزلين على بلوكة واحدة هتلاهم كل 5 بلوكة وعمل هنا بلاتفورم مربع كامل و هرجع لكم تاني وطبعا بحتزل لو كنت سمعين اي صوت عصفير عشان لسه بصور الساعة 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 فخلينا هتلع من كل التجاه مستاشر وابني وارجع لكم تاني بعد ما اخلص البلاتفورم اهي طبعا هنزل اشي لكل البلوكة اللي طالع ديت هنخلي بس الاسلاب وخلينا نبنى ملابع هنا البلاتفورم اللي هنحط عليها الاندرميت يعني خلينا نعيزها تبقا هنا مش عايزة على المستوى ده هنا في النصف فخلينا نعفلها كده كده تمام كده وخلي نتلعب السنينة ابلوك كده ونعمل بس تبدو هات خلينا نجيب الريل البارد ريل ومحتاجين نعمل كرافتينج عشان اقول لكم محتاجين ماين كارت ومحتاجين كمان محتاجين تراب دور بس انا محتاج اكتر خلينا نعمل كمية طيب دلوقتي خلينا نجهز نسيت اه النمتاج خليني نمتاج خلينا نزل اجيب وارجع تاني مش وبعد ما رجعت خلينا دلوقتي نعمل الكرافتينج نعمل هنا انظل عشان نسمينا نمتاج خلينا نسميه اكسي بي فار مش تمام كده دلوقتي خلينا بقى نجرب نرازبين الاندرمايت ياريب باية ترازبين بسرعة اقوى ترازبين خلينا دفي اتنين هنا ترازبينه اقوى ترازبين اتل ده وده خلينا نديره نمتاج ترازبين كان لازم نديره نمتاج الاول طيب خلينا نشيل دي طيب خلينا دلوقتي نجهز نمتاج هنا ونشيل دي رح بقى هناك بقى طيب خلينا نديره هنا نمتاج بس كده بس خلينا بقى نشيل دي ونكسر دي ونحط هنا بلوكة حط هنا فوق بلوكة ونخلينا ننزيل تجاه ده ونزوه هناك نشيل دي بس قبل اتاب نشيل البلوكات دي كده كلها من حواليه خليني نشيل دول وخلينا ده نجيب الترابطور الاثناشر نحطه مش كده نشيل دول بس ونحتاجين هنا تلاتة وهنا بلوكة وهنا بلوكة وهنا بلوكة بس كده خلينا بقى دلوقات تانية نطلع عايزة نشيل البلوكة هنا من تحته خلينا عايزة نرجع هنا بس كده بس دلوقات خلينا بقى نشيل البس قديكم شايفين هم بضاهم يقعوا اما حاجة نحط هنا بس هنا فوق بلوكة بس نكسر كده بس كده كل الحواف بس كده ودي هم اندر مان فارم كده اشتغلت بالصورة دي خلينا بقى نزل دلوقتي ديوم تحت وهو زي ما انتو شايفين خليفين كمية ال اكس بي ما عايزين نواتين خلينا نكتم السوت اللي احتياط عشان ما يقدروش يخرجو نهائي مفروض ان احنا نقفل دي كده بلوكتين ونص او بلوكتين ما نخرجو زرعة عشان ما ندروش يخرجو وهنحط على سقف البلوكتين مية وبس كده وهم كده مستحيل طبعا يخرجو بس دلوقتي اعمل انا كل ده وراء كاريس دلوقتي ديكو شفتين اشتغلت انا بس احطينه برات عشان الدربير على طول يخشوا جوه ده الما يفضله هنا ويفضل انا اخده منها عندي وكمان هشوف بقى الشكل المناسب اللي انا لسه هشتغل عليه وهورورو لكم طبعا كل ده الحلقة الجاية وهكمل كمان التاريه اللي انا باجي منه وهشيل العمود اللي طبعا ده الحد فوق وكمان هشوف ستايل كده معين وهورورو لكم الحلقة الجاية بس كده الاندرمان شغلة ويجيب كمية اكس بي رهيبة وبس وطبعا لو عجبكو الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة بس كده وصلنا نهاية الحلقة ولو عجبك الفيديو مستاش تعمل لايك واشتراك في القناة وتدعمني وتشاري الفيديو وبس كده ومع السلامة